فإنه الأهلي اللعب على المكسب ده الهدف الأساسي بالنسبة له في أي مباراة مع أي منافس وفي أي مكان فقراره الأفريقي أصبح عنده هو يملكه هو الأهلي اللي بيلعب دايما على الفوز بإذن الله تعالى قادر على المباراتين المتبقيتين يحسنهم بالفوز إن شاء الله ويتصدر المجموعة ويصعد أول المجموعة بيده لا بيد أي عمر فبالتالي المسائل في ملعب الأهلي في حوزة الأهلي القرار عند الأهلي لكن لكل حدث حديث إحنا النهاردة في مباراتين لسه في الدوري مهمين جدا مباراة طنطا يوم الأربع ثم مباراة المأولين يوم الحد بعد يوم يتفرغ الفريق للاستعداد للقاء النجم الساحلي وزيما الموانس عادل أشار جمهور الأهلي عنده مسؤولية كبيرة جدا إدارة النادب تبزل جهود كبيرة لتسهيل دخول الجماهير بأعداد كافية في مباراة النجم الساحلي إن شاء الله وكل المطلوب من الجمهور أنت رايح تشجع الأهلي فقط ليس إلا لو الجمهور رايح عشان يشجع الأهلي ويقف مع الأهلي بكل قوته وبكل حماسه وبكل التزامه وبكل انضباطه مش هتبقى إن شاء الله في أي مشكلة لأنه الأهلي محتاج باستمرار هذا اللعب المهم في صفوفه إزاي اللعب ده يفضل متوفر في الفريق اتكلمنا كتير جدا علينا كل واحد يقوم بوجبه تجاه الأهلي وأولهم مسؤول الأهلي في تسهيل دخول الجماهير وحل المشاكل إدارة النادي في موضوع التزاكر وتسهيل تعاقد مع شركة تذكرتي مع الناس اللي عندها الكارتة أهلاوي دي إجراءات إدارية بيتم حسمها وإتصالات بيتم إن شاء الله التوصل فيها لحلول يبقى الدور على جمهور الأهلي إن احنا نكون الجمهور الأكثر التزاماً نكون الجمهور الأكثر انضباطاً نكون الجمهور الأحرص على الأهلي لأنه الأهلي محتاجك أو محتاجك تقدر تستمر في المدرج القرار عندك انت مش عند حد تاني فنتمنى إن شاء الله مع قيام كل طرف بمسؤوليته في هذا الملف ترجع الجمهور للمدرجات لأن الحياة بشمهندس يعني صعب عليك لما تشوف السوبر الأسباني في السعودية في الجوهرة المشاعة أستاذ جدة بالسعة الكاملة بالحضور الجمهور الكبير وإحنا مش موجودين بص طالما أنك فتحت الموضوع وكلمت أنا عايز أتكلم على النادي الأهلي مشؤوليت كله عنصر من العناصر لتخص الأهلي الجهاز الفني بطلوب منه إيه الأول للإدارة الإدارة إنها تبقى مدركة لاحتياجات الفريق تختار له أفضل العناصر وتهيقل له أفضل الظروف تمام وعشان تعمل كده لازم تستعد ماليا كويس قوي وتدرس الأزمة قبل ما تحصل يبقى فيه نظرة بتسبق المشكلة إذا حصل كذا يبقى يحصل كذا وقبل ما يحصل كذا لازم يحصل كذا تمام وتصور ده بيحصل التفكير الاستراتيجي بقنا يعني فطرة ده بيحصل والجمهور لامس هذا الجزء الثاني الجهاز الفني والإدارة للفريق الجهاز الفني والإدارة للفريق الجهاز الإدارة علي أن يهيئ كفة الأجواء لصالح فرقته وإن محدش ينشغل بمشكلة خارج المستطيل الأخضر يعني كل ما هو خارج المستطيل الأخضر دي مسؤولية مدير الكورة وهدي مسؤوليته شوف حد يلوح حاجة متأخرة حد بيشتق عنده أزمة معينة حتى لو شخصية لازم يكون صديق اللعيبة ويسمع منهم لازم يسعى إلى أن فرقته تبقى بتتمتع بجو صحي دائما زي ما بقوله هو مجازا بيقوله قط اللبس بتبقى حلوة هو قط اللبس دي هي حياة اللعب خارج المستطيل بالضبط يعني قط اللبس دي تبقى معاه في البيت وتبقى معاه في الشارع تبقى معاه في عياد الميلاد اللي بيحضره مع بعض دي اختصار لفكرة خارج الملعب علاقة الأسرة اللي بتربط اللعبة ودي موجودة وأعتقد كابتن سيد واللعبين الكبار بيقوموا بيها لحد إذا كانت نقصة أي حاجة لازم يستكملوه بالإضافة طبعا إنه الأصفار تتعمل إزاي متوقاش متعبة الأكل يبقى صحي العلاج بسرعة الملعب تبقى جاهزة يعني الشغل الإداري اللي هو يهيئ إن اللعيب يعني أنا كنت تفرجت على مصر مانو جوسي وإحنا في اليابان بيجيب حارس حارس بيوريه له حتطبق الفانيلا إزاي عشان اللعيب ينزل شورت متطبق وبيطبق الفانيلا قدامي كده شورت والفانيلا متطبقين محطوطين قدام اللاعب والجاز محطوطة ومتلمع والشراب مش عارف إزاي وشنكر إزاي يخش اللاعب يلبس في خامس دقائق دي مش رفاهية ده نظام ده نظام بيتعود عليه الفريق قط اللبس بتاعنا تسمح بهذا حاجة رائعة ولا أوروب نخش بقى على الجهاز الفني الجهاز الفني له أن يضع أفضل الأسليم لاستفادة من أحسن العناصر وياخد من كل لعيب أقوى ما فيه أفضل ما فيه حتوقف عند جملة دي لأنها مش بس مسؤولية الجهاز الفني الجهاز الفني بيعمل كده لكن مسؤولية الإعلام وخصوصا الإعلام الأهلاوي لازم يبقى واخد باله أن يطلع من اللعيبة أفضل ما لديها بالنصح والإرشاد والموضوعية وأنك تحاسب بلا قصوة وتمدح بلا إفراد اندفاع نفس الشيء مطلوب بالجمهور بقى يبقى الجمهور عشان الناس دي كلها تعمل شغلها كل اللي أنا قلته عليهم كل واحد كل ده متجمع عند حضرتك أنت عليك أن تحافظ على صلابة الفرقة ثقاتها في نفسها بكرة حتى لو أنت عايز عنصر جديد يطلب بطريقة معينة مش على حساب حد أن احنا نسحب الثقة من حده ونحبش ونكره وباستمرار نتفرج وإحنا ثانية بثانية بنكتب على السوشيال ميديا لأن إذا كان اللعيم هنقوله ما تقراش أسرته بتقرأ أصحابه بيقرأ أولاده بيقرأ أرجو كلنا نقوم بالتزاماتنا زائد أن الجمهور في مدرجات إحنا قلنا مطلوب منه إيه أسق في جمهور الأهل جدا وأسق أنه هو زي ما بيقول اللاعب رقم واحد إثبت أن كنت اللاعب رقم واحد بالأداء ده لأننا لو أنا أستاذ إبراهيم معلشي أنا عارف أن أنا يعني ممكن تشوف أن أنا كلمت فيدي زيادة لو أنا راجل في أسرة في عمارة كبيرة فيها ناس بتحبيني وناس مش بتحبيني عمارة كبيرة لو الأسرة دي أستاذ إبراهيم حد شم بره أن العلاقات اللي في الأسرة مش قوية كله حيطمع فيها كله حينهش فيها كله حينتقدها كله حيهاجمها فرصة لكن لو هم شايفين حتى إحنا لو بننتقد بعد جوه محد شعرت غير أن إحنا بنحن يطلع أطلع من الشقة يلاقوا إيه ابني سندني ويبوس إيدي بينزلني وبيتأخر عشان والدته تمشي قدامنا بيكلم مخته إزاي بيحفظ عليها وهمة وإحنا دي مهمة جدا وده دور جمهور الأهلي مع فرقته